ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك بسم الأب والابن والروح القدس إلها واحد أمين ونحن في نطاق متابعتنا لأسرار الكنيسة السبعة نأتي إلى سر التوبة والاعتراف إن هذا السر يتوافق تماما مع الهدف الذي من أجله تجسد المسيح وأتى إلى العالم إذ قال أن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هل فسر التوبة والاعتراف له أهمية كبيرة في قوانين الكنيسة لأنه كل الأمور الكنسية تعمل من أجل تحقيق هذا السر مبنى الكنيسة إذا بنى على شكل سفينة فهو للنجاة من خطية في بحر هذا العالم إذا بنى على شكل صليب فالصليب هو وسيلة الخلاص من الخطية ألحان الكنيسة إذا كانت حزيني فهي حزن على الخطية وإذا كانت فريحي فهي فرح للنجاة من الخطية المناسبات والأعياد إننا نعيد بأعياد خلاصنا كل ما تصنعه الكنيسة من أعمال يصب ومن تعاليم يصب في هذه الخانة الخانة خانة التوبة والاعتراف صلواتنا نجد الكنيسة كم مرة فيها كلمة يا رب برحم كرياليسون مئات المرات كل ذلك من أجل التوبة فإننا نجد قوانين الكنيسة تخاطب الإكليروس من أجل التوبة تخاطبهم كعمل أساسي لهم ضرورة عمل التوبة عمل رئيس في عبارة رائعة قلتها الدسقولية في الباب الرابع وهي تخاطب أو تتكلم عن الأسقف قالت في هذه العبارة فليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه وهذه العبارة تحمل عناصر كل عناصر التوبة أولا فليهتم عنصر الاهتمام بكل أحد عنصر الفردية ليخلصه عنصر السببية يعني عمل الأسقف لابد أن يهتم ولابد أن يهتم بكل أحد ولابد أن يكون هذا الاهتمام هدفه الخلاص مجرد اهتمام هنا الدسقولية في الباب الرابع تقول للأسقف كده الذي ضل اسأل عنهم أي هذا الذي لا يرجى خلاصه لكسرة خطياء ولا تدعه يهلك بالجملة والذي مارض بكسرة غفلته وتوانيه ونسي حياته اطلبه أنت وعلمه ورده وعزه وعرفه أن يستيقظ وبشره برجاء فليحمل الأسقف ألم ذلك على اسم ذلك على نفسه ويصيره خاصة له ويقول للمذنب ارجع أنت وأنا أقبل الموت عنك مثل سيد المسيح فإنه مات عني وعن الكل أخيرا تقول للأسقف اشفي الذين ضلوا في الخطيئة كطبيب حريص وشريك متألم أنت طبيب أيضا لكنيسة الرب فادخل بعقاقير تليق بكل أحد لتشفيهم كلمة اشفي بتفكرنا بكلام السيد المسيح عندما أرسل تلاميذه أمرهم بهذا الأمر اشفوا المرضى هذا العمل الذي تأمر به الدسقلية تبين الوسائل الخاصة به فالوسيلة الأولى من أجل التوبة هي التعليم فتقول يقول الآباء الرسل فيه القانون تسعة وتلاتين من الكتاب الأول أسقف أو قسيس متواني عن الإكليروس والشعب ولا يعلم خدمة الله فليقطع وإن دام في توانيه فليفرق والكليسة بتتطلب ضرورة التعليم القوانين الكنسية تقول امحو الزنب بالتعليم فالتعليم ضروري والكنسة عندما في قوانينها تطالب بالتعليم تضع التشبيهين اللي الكتاب قالهم عن السيد المسيح كطبيب وكالدجاجة التي تجمع فراخها تحت جناحيها فالدسقلية تقول كده هكذا فليحسب الأسقف العلمانيين كأولاد وتقول له ويعزهم بأدب المحبة كالطير الذي يحضن البيض حتى يصير فراخا ثم تخطبه كطبيب كن طبيبا صالحا باشا بلا دغل ولا كذب ولا تكن قاسيا ولا صارما ولا فاقد الرحمة ولا متعالي القلب ولا تهزأ بالشعب الذي تحت يدك هنا الأمر في التشبهين أن تكون الكنيسة في تعليمها كالطبيب الذي يداوي ويكون في حنانها كالدجاجة التي تجمع فراخها تحت جناحيها هنا في نفس الوقت الكنيسة الكنيسة أو القوانين الكناسية تخاطب الأسقف والإكليروس بضرورة التمسك بهذه الرسالة وتعاقب بشدة من يهملها يعني القانون ستة وثلاثين من الكتاب الأول للآباء الرسل يقول عبارة إذا لم يشتهي الأسقف شهوة إذا لم يشتهي الأسقف أو القسيس أو الشماس أن يقبل الذي رجع عن خطية خطيته فليقطع شوفوا العبارة المؤسرة اللي جاية لأنه ألم قلب الرب القائل أنه يكون فرح في السماء بخاط واحد إذا تاب ضرورة الاهتمام في القانون تسعة وثلاثين في الكتاب التاني للآباء الرسل بطالبة القوانين بضرورة التعليم تقول كده إذا قسم أسقف ولم يعز ويخدم الشعب ويهتم بالذي دخل إليه فليفرق إلى أن يعز وهكذا القسيس أيضا والشماس والحقيقة في قوانين الكنيسة لما بتبقى القوانين بتؤكد على ضرورة التعليم إنما نوضح هنا نقطة هامة التعليم واسع في معناه يعني من يعلم بالكلام بالوعز والمنبر من يعلم بالإرشاد في الاعترافات والجلسات الخاصة من يعلم بالقدوة وده أمر كبير جدا هام جدا الذين اكتسبوا بالقدوة أكثر من الذين جذبتهم ملايين العزات فهذا نوع من التعليم فلما القوانين الكنيسية تشترض في الأسقف والقس والشماس أن يعلم إنما هذا لا يعني أن تضعه تحت نوع واحد من التعليم إنما في شمولية التعليم لضرورة عودة الخاطئ لكن هذا لا يعني أن الكنيسة ليست لا تكون حازمة تجاه الخطاء أو تجاه الشخص الذي لا يتوب لكنها تطالب الكنيسة بأن يعاقب بيقول كده القانون الباب الرابع في الدسقولية الآباء الرسل بيقولوا يجب علينا أن لا نسكت عن المزنبين بل نوبخهم ونعلمهم ونحدد لهم صوما لكي يكون ذلك تأديبا للباقين وجزعا يعني توبيخ تعليم تأديب ثم نحدد لهم صوما ده العقوبة فإن هنا فيه عقوبة مطالبة في الباب السامن من الدسقولية تقول كده إذا رأيت واحدا لا يتوب بل بقساوة وتمرد يدمن على جهله وكسرت خلافه فخرجه من الكنيسة بألم قلب وحزن لأنه عضو لم يقبل العلاج شوفوا كلمة اخرجه بألم قلب لأنه ما فيش طرد من الكنيسة إنما كلمة بألم قلب يعني طالما هو مصر على عدم التوبة يأخذ عزا قاسية أكتر فإنه هو بيطرد لكي يكون تحت الإرشاد الأقوى ويتنبه ويتوب ويعود إلى الكنيسة ومع ذلك الكنيسة في قوانينها تفتح للخطاء باب الرجاء ما فيش خطية يعني عقوبتها دائمة وما فيش خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة فمع وجود الخطية ومع وجود الصرامة والصراحة وتعليم الخطاء تفتح لهم باب الرجاء استقول الدسقلية في بابها الرابع الذي مال أعده يا أسقف أي الذي صار في خطية وأخرجته بجرمه لا تدعه خارجا بل اقبله وأعده إلى الرعية التي هي شعب الكنيسة التي بلا عيب وفي الباب التام تقول إذا رجع واحد وأظهر صمرة التوبة فحين إذن اقبلوه للصلاة مثل الولد الذي كان بعيدا عن الخلاص وهلك وبدد ما لأ به وهو الابن الضال أو الابن الشاطر بيستشهدوا به فالفصل نفسه يكمل لا تمنعه أن يسمع كلام الرب ولا أن يشارك الأكل معك لأن الرب لم يمتنع عن الأكل مع العشارين والخطاء كل أنت أيضا مع من تخرجهم لأجل خطية صنعوها وشاركهم في الأكل واهتم بخلاصهم وقوهم أن المسيح لو المجد التهمة التي وجهت إليه أنه كان يأكل مع العشارين والخطاء في الباب الخامس من الدسقولية أيضا يقول الذي لا يقبل من يتوب فهو يفرق ما للمسيح ويقاومه وكما أن الله عادل ويدين الخطاء هكذا أيضا هو رحوم يقبل من يتوب ما فيش حاجة أدل على قبول التائبين أنه في أيام الاضطهاد أيام ديقليد يانس وماكسيم يانس كثيرون من الناس جحدوا وأنكروا الإيمان سواء بالزبح للأصنام أو بالتبخير للأصنام ولما جاء عصر الامبراطور قسطنطين وأراد هؤلاء أن يعودوا إلى الكنيسة كان ممكن أن يقال لهم أنتم بخرتم للأصنام فليس لكم قبول أبدا إنما القديس بطرس خاتم الشهداء نظر في هذا الأمر ووضع 14 قانون تختص بهذه الحالات أنه كله يعني يقبل كمبدأ مدام في توبة لكن بطرق فيها تأديبات مختلفة من واحد إلى الآخر في نفس هذا الزمن كان عقد مجمع في أنكيرة المجمع هذا أيضا نظر في أحوال المرتدين طالما في توبة أيضا قبلهم لكن وضع لهم قوانين وعقوبات لكن المبدأ أنه ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة كما قال القديس ماري إسحاق السوريان في هذه الطرق التي تتبعها الكنيسة حسب تعاليم الدسقولية وقوانين الرسل وقوانين القديس باسليوس لها تعلم الخطاء حياة الانسحاق لأنها تضع في وسائل التوبة الكنيسة مقسمة إلى خوارس كل واحد يقف في الخورس الذي يخص ففي خورس المؤمنين نجد في أناس معاقبين إما ركوع في قسم الباكين في قسم الراكعين في قسم الوقوف بدون قربان يعني يحضروا بس ما يتناولوش أيضا الكنيسة في هذا الناس كانوا بيقبلوا هذه الأمور باتضاع يعني ما معنى أنك تجيب واحد تقول له أنت تقعد هنا في القسم الذي فيه الركوع أو في القسم الذي فيه الباكين لو لا هو أن يكون لديه الانسحاق والرغبة في التوبة سيتكبر ويتعالى على هذا المنظر ويعصى ويرفض فقوانين التوبة التي وضعتها قوانين الكنيسة إنما تعلم الخطى التائبين حياة الانسحاق والخضوع لترتيبات الكنيسة التي تقودهم في طريق التوبة ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء ليعطي مطر أرضك في حينه وليبارك كل عمل يدك فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل ولا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر